لا بد لنا من العلم ولا بد للعلم من أن يأتينا على ظهر اللغة العربية ما هي العدالة الانتقالية وما الحصرم الذي يأكله الآباء والزعرور الذي يكتمل به النقل أحدثكم عن الكلام الخنفشاري وعن قصة هذه الكلمة وعن الابتذال في الإعلام وعن محمود الذي يملك مليونا وعن الإخلاء والإجلاء والفلامينكو والفلامينكو وأحدثكم عن مئة شيء آخر مرحبا بكم الضاد حرف إطباق يخرج بحبس قدر من الهواء بين اللسان وسقف الفم أكثر مما يحبس حرف الدال ويبدو أن كثيرا من لهجات القبائل كانت تجعل الضاد والضاء واحدا وقد انتشر هذا مع انتشار الناس فتجد في فلسطين والأردن والعراق وتونس الملايين ممن يجعلون الضاد ضاءا وبعضهم يقلبوا الضاء ضادا يقولون أضن بدل أضن والظهر بدل الظهر وسموا اللغة العربية اللغة الضاد عندما لم يجدوا لغة غيرها تفرد لهذا الصوت حرفا برأسه على أن صوت الضاد موجود في اللغات السامية والهندية الأوروبية ويرسمونه رسمهم للدال فإذا سمعت الأمريكي يقول دانس فهذه دال فإن كنت في بريطانيا فهي الدانس بصوت الضاد الكحول سائل سريع التبخر سماه القدماء الغول وأخذت الكلمة عن العربية لغات أوروبا قالوا الكهول لغياب الغين عن حروفهم واسترجعناها بزيها المحدث ظنين أن أصلها من الكحل فسميناها الكحول وجاءت الغول في القرآن الكريم بمعنى المسكر بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون الكفر في مصر والكفر في فلسطين القرية كفر الشيخ وكفر مندى والكفر هو تغطية البذار بالتراب الكلب السلوقي كلب صيد منسوب إلى سلوق باليمن الكمون هذا من البهارات فإن سمعت الإنجليز يقولون كيومن فالأصل سامي فهو كمون بالعربية وبالعبرية القديمة ونبتة الكمون تكتفي بقليل من الماء قال ابن الرومي مستنجزا وعدا بعطاء لا تجعلني ككمون بمزرعة إن فاته الماء أغنته المواعيد اللبيكة طعام من لبن ودقيق وتمر ملتوت بالسمن يؤكل دون طبخ فلا عجب أن يسمى الطراب المعدة التلبك الكلام الخنف شاري الكلام المسلي المملوء بالأكاذيب وقصة الكلمة أن رجلا عرف بالتعالم والاختلاق فاتفق ستة من أصحابه على فضحه فاختار كل واحد منهم حرفا الخاء النون الفى الشين الألف الراء وصنعوا من هذه الأحرف كلمة هي الخنف شار وعندما أتى سألوه أتعرف الخنف شار قال نعم هو نبتة صحراوية يتجبن بها اللبن وزاد فأنشدهم لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنف شار الإبادة الجماعية هي السعي إلى القضاء على شعب أو طائفة في بلد أو في مدينة هذا المصطلح السياسي يستعمله بعض الإعلاميين بخفة لوصف المجازر ضد المدنيين أو بديلا غير مناسب للتطهير العرقي أشهر إبادة جماعية ما وقع على السكان الأصليين في أمريكا الشمالية والجنوبية في الواقع وأقرب من ذلك ما وقع في رواندا على مدى مئة يوم في سنة 1994 ومنه أيضا ما وقع في شريبر نتسا في البوسنة في يوليو تموز سنة 1995 القدس الشريف والنجف الأشرف والكعبة المشرفة صفة التشريف يذكرها الناس كثيرا مخافة أن يوصموا بقلة التقوى أو يذكرونها رياء والمرء يخاطب ربه بلا ألقاب ويقول يا الله الإعلام يكره الألقاب لأن المتلقي يكرهها ولأن هم الإعلام تقديم المعلومة الجديدة لا وضع الأشخاص في مراتب كانوا في الماضي يضعون كلمة السيد قبل اسم كل سياسي وبالغوا فوضعوها بلغة بلاده كنا في القديم نسمع في الراديو الهير برانت والميسيو بومبيدو والميستر ويلسون وهذا من القديم البائد غير أننا نضع كلمة السيد لمن نوجه إليه الخطاب ونخاطب المرأة بالسيدة بغض النظر عن الحالة الزوجية العدالة الانتقالية هي نصف عدالة وهي أضعف الإيمان نوع من المصالحة هي محاكمات وتسويات وتعويضات تأتي عند الانتقال من عهد جائر ارتكب انتهاكات وفضائع ولم تمكن بعد سقوطه محاسبة كل الظالمين فتتخذ إجراءات وسطية تحقق بعض التعويض المادي والنفسي بإقرار الظالم بما ارتكبه وباقتناع المظلوم بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان وهدف العدالة الانتقادية ليس تصحيح أخطاء الماضي بقدر منع تكرارها شاهدت جنوب إفريقيا ورواندا هذا النوع من المصالحة وشاهد بعض بلدان العرب على النقيض بعد سقوط الحكم الجائر عمليات انتقام لم تنصف المظلومين ولا ضمنت مستقبلا أفضل الابتذال في الإعلام بذل ماء الوجه في سبيل لفت الأنظار ومن ذلك التهويل وتصوير كل حدث على أنه محاكمة القرن أو الكارثة العظمى ومن ذلك أيضا خروج المذيع عن دوره في إصال المعلومة والخبر إلى دور آخر هو المناضل رافعا صوته ومغيرا من نبراته لكي يشحن الجمهور أو لكي يجادل مسؤولا أو سياسيا ومن ذلك أيضا من الابتذال إظهار المذيع تأثره البالغ وذرفه الدموع أو إغراقه في الضحك الهستيري يحدث ذلك في مرامج الترفيه حيث يتخذ المذيع دور المهرج وقد درج الإعلام الرصين على الفصل بحزم بين هذه البرامج وبين البرامج التي تقدم المعلومات من الابتذال قراءة الخبر عن كارثة من الكوارث بلهجة جنائزية والإصراف في إظهار الحزن غير أنه يمكن التعبير عن التفاعل مع المجتمع بطريقة رصينة رأيت ذلك بعيني ذات سنة كان المذيع البريطاني مايكل بيرك يقرأ نشرة الأخبار المسائية وأسقط ولأول مرة من مطلع نشرته عبارة مساء الخير كان ذلك يوم وقعت حادثة انفجار الطائرة فوق لوكربي في سكوتلندا في الحادي والعشرين من كانوا الأول ديسمبر عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين أغبطه على النعمة أي أتمناها لنفسي ولكنني أبارك له فيها والحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الآخر الغطيط هو الشخير والغطيط هو الشخير للبشر وللإبل الأطيط غلا يغلو ارتفع سعره وغلا الماء يغلي وصل إلى درجة حرارة التبخر الفدان والجمع فدادين قياس لمساحة الأرض يبلغ نحو أربعة آلاف ومئتي متر مربع والفدان الثوران على رقبتيهما نير ويحرثان الأرض فلمانكو رقصة إسبانية والفلمانكو طير مائي وردي اللون طويل العنق يسمى النحام وقيل إن النحام آرامية قصط عدلة والمقصط العادل أما القاصط فهو الظالم وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا قوّم أزال العوجاج والتقويم التعديل وقيم بيّن القيمة والتقييم وصف الوضع أو الأداء وبيان قيمته وكما سمعتم فقد سمعنا بأن بعضهم يرفض التقييم رفضا باتا اللغة أرحب مما يظنون الكساد هبوط في الأسواق لا يبلغ درجة الركود كالذي حدث سنة الفين وثمانية لا مناص لا مفر ولا تحين مناص فات الأوان ما زال في جعبتنا شيء عن التي تخرج فارعة دارعة ومحمود ودنانيره الكثيرة اللغة العالية ليس في الإمكان أبدع مما كان عبارة الغزال وتعني أن العالم مثالي وليس للبشر أن يقترح على الخالق عز وجل تبديلا فما أحس به من نقص في هذا العالم فهو نقص لحكمة ربانية لا لعجز الحشف أردأ التمر يقول المثل أحشفا وسوء كيلة والكيلة مكسورة الكاف يعني أتعطيني أردأ التمر وتبخسني في الكيل الحصرم العنب المز لم ينضج بعد وقالوا الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون أي أن الآباء يفعلون شيئا يدفع الأبناء ثمنه الذي ملأ الدنيا وشغل الناس هو المتنبي صحيح والعبارة لابن رشيق في العمدة الزعرور حب ينمو على الشجر ويتنقل به أن يتسلى بأكله يقول المثل كمل النقل بالزعرور الضرع بفتح الضاد ثدي الناقة أو البقرة والجمع ضروع وقالوا الجفاف أهلك الزرع والضرع أو أهلك الحرث والنسل أي أمات النبات والحيوان الفرع الشعر قالوا خرجت المرأة فارعة دارعة أي ملهوفة أو غاضبة واهرا فرعها أي شعرها ودرعها أي قميصها الداخلي يقول المثل أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أصله أن المعيدي كان غزير العلم لكنه كان زري الملبس قبيح الهيئة قال بيزمارك الألماني السياسة فن الممكن والعبارة المكتملة السياسة فن الممكن فن ما نقدر عليه هي فن القبول بالخيار الثاني ذاق الأمرين أي الجوع والمرض وقيل بل الفقر والهرم وقيل غير ذلك وحده بمفرده ولا نقول لوحده ودا يدي دية أعطى أهل المقتول مالا وهذا المال دية بغير شدة ضرب بالقرار عرض الحائط أي وسط الحائط أي تجاهل القرار نقول يجب العمل وفقه اللوائح وتم التسليم وفقا لشروط يقول بعضهم الحمام الزاجل وهو حمام الزاجل حمام الرسائل الذي يطلقه الزاجل وهو الشخص الموكل بالحمام فالزاجل يطلق الحمام والحمام هو حمام الزاجل حمام ذلك الرجل يقولون في الأخبار إخلاء المدنيين والمنطق يقول إجلاء المدنيين وإخلاء المباني يمنة ويسرة بفتح الياء فيهما أي ذات اليمين وذات الشمال أخذ الضبي ينحرف يمنة ويسرة فلم يتمكن الأسد منه يوسف بضم السين ومثلها يونس وتونس الطرف هو العين نقول المدير يرى الراشي والمرتشي ثم يغض الطرف بسكون على الراء ويقولون الإتجار بالمخدرات أو بالبشر وإنما هي الاتجار بشدة على التاء نحن لا نقول الاتحاد بل الاتحاد ولا الاتصال بل الاتصال ونقول الاتجار المحذور والمحاذير ثمت محاذير كثيرة عليك أن تأخذها في الحسبان قبل نشر هذا المقال والمحاذير هي الأمور التي نحذر منها تثبت من الأمر استوثق من صحته وتأكد هي الكلمة الشائعة تثبت أحلى نؤوم الضحى الفتاة المدللة التي تنام حتى ارتفاع النهار نقول محمود فقط يملك مليونا ونقول محمود يملك مليونا فقط نضع كلمة فقط في الموضع الصحيح حتى تكون لغتنا صحيحة وانيقة هذا يجافي الحقيقة أن يبتعد عنها فهو ليس محض كذب بل هو بعيد عن الحقيقة فحسب التوعر سلوك الطرق الصعبة نصح بشر بن المعتمر الكاتب فقال إياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك احتس الشاي أي شربه والحسو الشرب ارتشافا لا عبا قال أحدهم لصاحبي أنا أشرب الشاي لكنني لم أصبح مثقفا فقال له عليك أن تحتسي الشاي لتصبح مثقفا الأرستقراطية المنتمي إلى عائلة ملاكين لها ماض اقطاعي وعرفنا الكلمة من الروايات الأجنبية المترجمة وفي مجتمعاتنا هناك ملاك وأثرياء وموسعون وأبناء عائلات فنحن نستعمل كلمة أرستقراطية لمجتمعاتها وعندما نتحدث عن مجتمعاتنا نحن في الماضي والحاضر فنحن نستعمل كلماتنا الإرهاصات نذر أو بشائر كان إفلاس المصرف إرهاصا بانهيار مالي شامل ونقول قد تكون هذه المظاهرات الجريئة إرهاصات بثورة عارمة أخمص القدم باطنها المقوس المرتفع عن الأرض فإذا استوى باطنها فهي القدم المسطحة وصاحبها أمسح تذهب السيدة بطفلها إلى دكان الحذاء وتقول له ابني فلاتفيد ما هذه العجمة وما سوء التعبير ابني أقدام منبسطة قولي له ابني أمسح وأنا أضمن لك ألا يفهم عليك ها حرف تنبيه يرد في بداية جملة بغرض تنبيه السامع ها هو يستعد للانطلاق ها قد حذرتكم وتلتصقها بأول كلمة صغيرة مثل ذا فتصبح هذا وأولاء فتصبح هؤلاء وهنا تصبح ها هنا هلم أي هيا وتلزم هلم صيغتها هلم يا رفاقي وهلم يا سعاد يلتقي الساكنان في العربية نادراً في النثر لا في الشعر من ذلك قولك صفحتا الكتاب فقراءتها بمد ألف صفحتا تصنع التقاء الساكنين أما في الشعر فالتقاء الساكنين يكسر الوزن واستثنى بعضهم المتقارب إذا وقعت الكلمة بين الشطرين فكأن الصمت القصير يسد مسد اللام في أل التعريف ورمنا القصاص وكان التقاص فرضا وحتما على المسلمين وقال آخرون قولة العلماء المشهورة هذا ليس بشيء وعلاج التقاء الساكنين الكسرة كقولك جاءت البنت بكسر التاء يجوز تكرار بين مرتين أو أكثر بين هذا الموقف وبين موقفك السابق فارق ملحوظ أرجاء جمع رجو وهي منصرفة منونة في عدة أرجاء من العاصمة ومثلها في عدة أحياء نعود من حيث أتينا شطيرة الفلافل على الأصل تكون مشطورة النصفين وإلا فهي ليست بشطيرة هذه شطيرة فلافل والشطر هو النصف تماما هذا سندويش ولكنه ليس شطيرة الشطيرة يجب أن تكون مشطورة من النصف وشطر بيت الشعر نصفه ونقول شاطره ما له أي أعطاه نصفه في القصص القديمة يرد كثيرا أن فلانا شاطر فلانا ما له هي قصص لا الزمن تغير ولا الناس سندويش قرية في جنوب شرق إنجلترا وكان اللورد سندويش مقامرا اللوردات هناك يسمون بأسماء المناطق فإذا جاء اللورد سندويش ولم يستطع مبارحة طاولة القمار أمر خادمه أن يحضر له شريحة لحم بين شريحتي خبز وهكذا ولد في أوروبا السندويش هذا كان قبل مئتين وسبعين عاما وأما عندنا فقد صنع الشاعر ابن الرومي شطيرة قبل ألف ومئتي سنة ووصفها بالتفصيل في قصيدة له شرحتها في كتابي تألق الشعر والغريب أن شطيرة ابن الرومي في زمنه ذاك كأنها مصنوعة في زمننا في غاية التعقيد تشبه الشطائر الفاخرة في إنجلترا في زمننا في أنه أمرنا بقص أطراف الرغيف فيقول ابن الرومي خذ يا مريد المأكل اللذيذ جردقتي خبز من السميد ولم تر عين ناظر شبهيهما فاقتسر الحرفين من وجهيهما وشطائر الإنجليز الفاخرة في زمننا تقتضي قطع الأطراف الصلبة والاجتزاء بلب الخبز ويقول قائل ما بالك تكثر من الحديث عن أقوام آخرين وإنما برنامجك عن لغة العرب يا أخي أريد أن أرى كيف تسع العرمية ثقافات الأمم الأخرى فأما هذه الأرغفة التي لا جيب لها ولا تصلح لشطيرة فلافل فهم يلفونها لفا ويسمونها العروس شكلها لا يوحي بأنها عروس وأرجو من مساعدة الإنتاج أن تحفظ لي إحدى هاتين الشطيرتين السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة